ترجمة نانسي قنقر قسم العقيدة والدعوة أبرز ما يقدمها للمجتمع ما هي أهم الأمور التي يقدمها هذا القسم بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكرين وصلى الله على نبينا محمد وعلى الله وصحبه يا جمعين طبعا أخي ومسعود هذا سؤال مهم صراحة يمكن كثير من الناس يدرسون بالكلية ولكن أو خارج كلية أو سمعة الكلية خارج إطار الجامعة يمكن هذا القسم قد لا يعرفه كثير من الناس وهذا القسم أتى أو مشى أو أتى كما جاء عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ دعوته جاءت لتصحيح العقيدة وجاء النبس عسل بالمقابل كان يحذر الناس من الشرق هذا القسم يا أخواني لما نتكلم عن غضية تصحيح عقاد الناس نتكلم عن الإيمان بالله الإيمان بالملائكة الإيمان بالرسل الإيمان بالكتوب الإيمان بالقدر الخير والشر الآن الناس يحتاجون هذه الأمور المنبينها للناس وأثرها على الناس يا أخواني هذا أول شيء أن ما في إنسان ما يتعرض حق قضية البتلاءات وأن هذه قضية قسم العقيدة والمقرارات التي تدرس في قسم العقيدة وكذا تجد أثرها والله ولو بعدهين وهذه ترسخ في البال ترسخ في العقود وخلاص أسل العقيدة يعني عقودهم خلاص بعد هذا المستند رسمي على أساس أن هذا الطالب يعني يتغيد فيها نحن لا نفكر بطريقة هذه نحن نفكر أن هذا الطالب لما يدرس في قسم العقيدة ويأخذ مقرارات هذه العقيدية ومقرارات المتنوعة في العقيدة ثم ينقلها حق المجتمع الخارجي ينقلها في بيته وينقلها في مسجده وينقلها إذا صار باتر معلم وفي بعضنا ما شاء الله تبارك الله من خرجينا ترى يشترون في وزاعة الإعلام ما شاء الله حتى يصلون على المطبوعات ما المطبوعات يعرفون هذا والله تمس العقيدة هذا ترى والله عرض دينا الإسلامي فيأثر في البيئة اللي حوالي فيأثر البيئة هنا محسنت فلذلك قسم العقيدة لا دور بارز في قضية تصحيح عقاد الناس وخاصة والله يا أخواني أنه حفظ الله سبحانه وتعالى أنه عند درس مقرارات يعني فعلا الناس كان شيء جديد عليهم مع أننا نحن في دولة مسلمة في مجتمع مسلم ولكن سبحان الله تغيب أن كثير من الناس في هذه الأمور التي نعتمرها من البديهيات ولكن هذه كبيرة وعظيمة لو تساهلنا فيها يجمع ترى هذه فيها منزلك خطير وهي قضية نار جهنم يقول الله سبحانه وتعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك المشاء تخيل لم يأتي واحد على اساس أنه مسلم ولكن عند عادة وتقاليد يصرف العبادة هذه بدلا ما تكون لله عز وجل سوها لغير الله سبحانه وتعالى خطيرة جدا فلذلك نحن في غسم العقيدة يا جماعة يمكن أن تتعلم من فوق صح لكن تفوت مسئلة بالعقيدة لا الأمر خطير جدا فعشان تشده يا أخواني قضية أن الأمور العقيدة وخاصة اللي قاعد درسها عندنا في غسم لا أمور بذن الله سبحانه وتعالى أثرها واضح وهذا الأمر نحن قاعد نشوفها على طلابنا لما يروحون يصيروا معلمين في خاصة وزارة التربية الجماعة يشوفون يسوفون يقولون أن يدرسوا قضية هذا توحيد الله سبحانه وتعالى وأنواع التوحيد وإخسام التوحيد وبعيد بالمقابل يتكلمون عن قضية الشرك بالله سبحانه وتعالى وأن هذا الأمر من يعتقل فيه اعتقاد هذا يصبح من نر جهنم وهناك عندنا بعض العادات وغالية يتساهل فيها كثير من الناس لا يدون المساكين أن هذا نسأل الله العافية منزلق وبالنهايته أعوذ بالله الشرك بالله سبحانه وتعالى دكتور ممكن يكون مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير أيضا على المجتمع أدت إلى اليوم أن يكون في عندهم ضعف تجاه بالضبط هذا الشيء بخولي مسعود أنا قاعد أشوفها صراحة أننا قاعد تداولون وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الرسال والله العظيم أن هذا الرسال والله يعني أنها خطيرة على المجتمع وأن أمرها خطيرة ومشكلة إحنا الإعلام ما نقعد نلحق عليه نحن قبل نقول نحن عيانا بالبيت طلابنا بالمدرسة الدوانية محيط الدوانية بالمسجد يعني نقدر ناخذ معهم شوية الآن جت وسائل التواصل الاجتماعي يعني مرت علينا وعدتنا وصبقتنا صحيح يعني شا تعدل شا تخلي كذا فعشان شدي يا جماعة نحن نقول يا جماعة الآن وجوبا علينا قضية أولا العقيدة نعم أولا العقيدة وتصحيح العقيدة نعم لأن الطالب إذا تعلم العقيدة خلاص ما ضر وين حطيتها وسائل التواصل الاجتماعي حطيتها في مدرسة حطيتها في بيئة في عملها تلقى محصن بإذن الله سمع صحيح شكرا لك دكتور وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة الله بارك فيك إذن المشاهدين الكرام وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نراكم بإذن الله في الحلقات المقبلة دمت في أمان الله ترجمة نانسي قنقر